خلينا أخذ معنا على التليفون طبعا كابتن فهيم عمر مدير الكرة بنادي الترسانة صباح الخير على حضرتك يا كابتن وألف مبروك أكيد فوز مهم مبارح لي نادي الترسانة على سبورتينج يعني لسه بقول استحواز من أول دقيقة الآخر دقيقة استحقيته في الحقيقة الفوز وده بيرجع الترسانة مرة تانية للمنفسة من جديد مع الحرس ومع سبورتينج على التأهل لدور نوعي صباح خير يا سيد عميلة صباح خير على كل مشاهديني فأكيد طبعا مباراة جيرة طريق سبورتينج عميل نسابه كويس جدا طريق محترم معجاز محترم في ناس سكنة المباراة بالنسبة لنا هي الأمل لدخول المنافسة بقوة فالحمد لله لك في ربنا أداء اللعيبة أداء الجهاز على الدعم القاوة الجدا اللي بيقدم الحج طارق رئيس النادي والمعنس محمد طارق للطريق فلعب حج تنجي كويس أوي وعايزيني أقدم لهم أفضل ملاجعهم لإسعادهم وإسعاد ده مهيرنا بالترسانة كلها بإسعاد الله كابتن أفاهيم الترسانة عنده أربع نقاط الحرس متصدر بسبع نقاط بعد الفوز مبارح سبورتينجي بيتعدل معاك وفي النقاط ومنتخب السويس عنده نقطة وحيدة شايف فرص الترسانة إزاي في المنافسة في دورة التراقي وفرص الصعود كمان لدوري نايل والله والله حضرتك إن فوز الترسانة مبارح خلى آآ كل ليه فرص حتى السويس لي فرص لو ما حضرتك من سنتي وراء وعلم هتلاقي كله ليه فرص في الأسبوع القادم هيسم حياة كتير في البطولة آآ الدوري صعب طبعا وفي نحاية ما يسموه كله بيرزل مجهود الترسانة بيطع جاهدة للنساء الدوري المتاز حاصل حدود متعدم هو أكسب الترسانة في ملعبه لكن فيه مباراة ثانية في ملعب الحرص آآ الترسانة كتبين بارح آآ في سبورتينج المباراة اللي جاية في الكندرية مع سبورتينج هتبقى عصعب من المباراة الأولانية ده شيء فضيئي لأن انتي معاك سبورتينج نفس بقى نفس البونت والمباراة عنده في ملعبه فأكيد هيتعد جايدة للترسانة فأكيد الترسانة يستعد جايدة للسبورتينج فالدورة صعبة طبعا لكن احنا بنعمل كل شيء بنحاول ان احنا نوصل به للدورة المتازة في الملعب أكيد المباراة القادمة مباراة أيضا مهمة وأكيد الترسانة بيسعى ان هو يفوس فيها طبعا يفرق بالنقاط أكتر من كده هل في كلام مع بعض اللاعبين يعني مجلس الإدارة هل يحفظ بعض اللاعبين ببعض المكافآت أو مكافآت استثنائية في الفوز في المباراة القادمة؟ بص حضرتك هو طبعا الفريق محدش فيهم بتكلم في الفلوس لان هما مع النهاية طريق صعيد ورئيس النادي عارفين ان كل اللي بيحلموا بيها يلقوه العيبة كلها مركزة ان ازاي احنا نصعد الدورة المتازة لان هما خدوا مكافآت في المباراة تحديد من الصعد دورة الترائي خدوا مكافآت جديدة جدا فهم عارفين ان هما لو حققوا الانجاب هياخدوا مكافآت جديدة جدا فالعيبة محترمة العيبة على قد المسؤولية بتقدر نبيها بتقدر جميلة بتقدر رئيس نبيها فعارفين ان هو في اي وقت يقدر يعملهم اللي هو ما يحلموش به يعني استحواز مبارح للترسانة من اول دقيقة لغاية اخر دقيقة وقلت لحضرتك استحق مبارح الفوز للترسانة بثلاث اهداف نظيفة ولكن المباراة القادمة ايضا هتكون المواجهة التانية لترسانة امام سبورتينج ممكن الامور تختلف بشكل كبير زي بتجددوا الضوافع كمان عند اللاعبين انه هما ما يبقاش فيه استهانة بفريق سبورتينج وهيلعبوا كمان خارج ملعبهم وكمان سبورتينج هيبعيز رد اعتبار بعد الفوز والهديمة استقيلة بتاعت امس عشان كده انا بقول لحضرتك قلت لحضرتك ان المباراة دا اصعب من المباراة اكيد لان انت بتتعاملي مع سبورتينج ان انت نفس البونت حدود خارج للسويس في السويس وقعد ان هو يتعرض لاي شيء السويس عدو اعمال ان لو كسبت ثلاث مطشوات ممكن يبقى في الدورة المنتج دا حقه فالدورة كلها صعبة اكيد طبعا الجهاز الفني هيجهز اللعيبة للمباراة الجاية دا يتم من ناحية النفسية والفنية والجدانية وقلت الحادثة كده عمي قوي جدا اللعيبة قد المسؤولية حتى بالمسؤولية حتى بجماهيرها حتى ان هي نستهتفز عشاق وجماهيرها للترسنة لمنزل سترة طويلة للترسنة بدا عن الدورة المنتجة لا فيه تحدي فيه تحدي وفيه تحدي جيد جدا من الادارة ومن اللعيبة ولكن يبقى في الاول والاشر توفيق ربنا سبحانه وتعالى ومن الجو يتعدنا في ديماني اللي جاينجورا ان شاء الله هل درجات الحرارة مبارح اصطرت على اللعبين يعني مبارح كانت يعني درجات الحرارة كانت مرتفعة جدا رتوبة كمان كانت عالية جدا يعني على مدار سير المباراة حاسته بالاجهاد الكبير للعبين وان هو طبعا يعني مواجبة المباراة 90 دقيقة مجهود بدني وفني بدأ ان هو يتراجع اكيد طبعا درجة الحرارة عليها ده اللحظ ده هو ماشي ماشي بس كده في الشارع حيتعرصنا بالك وهو بيمزل مجهود فارد المرأة ولكن مش عايزين نحمل بعض المسؤولين لان الدولة المنتزقة باستعار باعة فيه قرار رئيس وزراء بعدم اللعب بالليل الجو مبارح كان على الاربع طرق اللي في جو مبارح كان صعب جدا اه طبعا طبعا يعني طالما الكل ماشي مسترة فاحنا بنحيل اللي عامل الكلام ده لكن اللي اقول فرقا لابد بالليل وفرقا لابد بالنهار هنا كان يبقى في زل تاني حاجة ده فيه قرار فيه قرار رئيس وزراء باللعب بالنهار دول المنتزل عبالنهار فاحنا بنقول يعني بنادري ان الجو يبقى حمي مش بنقول للمسؤولين المعاد والكلام كابتن فاهيم عمر مدير الكرة بندي الترسان انا بشكرك يا كابتن بتمنى لكم ان شاء الله التوفيق في المباريات القادمة